عبر مصدر إعلامي في مكتب السفير أحمد علي عبدالصالح عن أسفه لما نشره السفير الأمريكي السابق بصنع ديرالد فرستاين من تضليل متعمد في تغريدة له بتويتر عما أسماه الأموال المنهوبة من الشعب اليمني واستغرب المصدر إنجرار فرستاين في تصريحه الذي ربما كان تحت وطأة معلومات مضللة أو إغراءات مع تلك الحملة الكيدية الممنهجة والافتراءات الباطلة التي سبق أن روجت لها بعض العناصر الموتورة والحاقدة على شخص الشهيد الزعيم علي عبدالصالح للنيل منه ونظامه والمؤتمر الشعبي العام منذ عام 2011 وحتى الآن وثبت بطلانها من خلال التقارير المتناقضة الساطرة عن لجنة العقوبات الدولية وأكد المصدر أن الثروة الحقيقية التي خلفها وراءه الزعيم الشهيد هي حب الشعب له وتلك المنجزات التاريخية والشواهد التنموية من الجامعات والمعاهد والمدارس والمستشفيات والطرقات والسدود والاتصالات ومشاريع البنية التحتية عموما واستخراج النفط والغاز وترتيم الحدود مع الجيران بالإضافة إلى الأمن والاستقرار والوحدة والديمقراطية وتسليم السلطة سلميا وحقن دماء اليمنيين وغادر السلطة وفي البنك المركزي أكثر من أربعة مليارات دولار احتياطي نقدي وجدد المصدر مطالبته الأمم المتحدة برفع العقوبات الظالمة عن السفير أحمد علي عبدالصالح التي لا مبررة منطقيا لوجودها واستمرارها لأنها استندت على الكيد السياسي والدس والافتراءات الباطلة التي ليس لها أي أساس من الصحة ترجمة نانسي قنقر